في الهند أثار قلق بلدان عدة بسبب مواجهة يودله ارتفاعا قياسيا في مستوى إصابات ووفيات فيروس كورونا لتصبح السلالة الهندية محط دراسات الأوروبيين للاحتماء منها إلا أن الأمر ورغم خطورته جعل بريطانيا تخفف الإغلاق تدريجيا وتراقب تطورات الفيروس عن كثب هذه السلالة التي أغرقت الهند في أزمة صحية كبيرة عرفت باسم B.1.617 كثرت المخاوف اتجاهها نظرا لخصائصها حسب عدة دراسات وذلك لأنها متحورة مزدوجة أي تحمل طفرتين مقلقتين على مستوى بروتين شوكة الفيروس الطفرة الأولى وتسمى E.484Q قريبة من تلك التي لوحظت على المتحورتين الجنوب أفريقية والبرازيلية ويشتبه في تسببها بخفض فعالية اللقاح مع زيادة خطر الإصابة مرة أخرى بكوفيد-19 لأنها مسؤولة جزئيا عن الفشل المناعية أما الطفرة الثانية L.452R والتي عثر عليها على متحورة رصدت في كاليفورنيا قد تكون قادرة على إحداث زيادة في انتقال العدوى ورغم أن هذا التحور قد يكون قادرا على الانتشار بسهولة أكبر من الأشكال السابقة للفيروس إلا أن الدراسات لم تثبت حتى الآن مدى قوة ومقاومة هذا الفيروس وعليه أعادت بريطانيا فتح البلاد تدريجيا لا سيما مع عدم وجود تأكيد يشير إلى أن هذه السلالة لا تتأثر باللقاحات خارطة طريق تخفيف القيود لا تزال سارية لأن عمليات التطعيم مستمرة ما يبقى الناس بعيدا عن المستشفيات ويقيهم الإصابة بالفيروس وما بين قلق من هذه السلالة المتحورة وطرح برامج اللقاحة تبقى العودة إلى الحياة الطبيعية هدفا لا يفارق العالم للتخلص من هذا الفيروس الخفية